السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين احبابنا في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وارحب بكم من جديد الى كلام طيب واطيب الكلام كلام الله رب العالمين ما زلنا نتدبر ونتأمل في كلام الله جلع له من اعظم العبادات بعد الصلاة والركوع والسجود والتسبيح عبادة التأمل والتدبر في القرآن الكريم وما زلنا حسب تنزيل القرآن العظيم ننظر في السور وفي الآيات وقد وصلنا الى سورة ياسين هذه السورة التي بدأناها بالامس في المقدمة وذكرنا بانها من اعظم سور القرآن الكريم فلكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين وان قراءتها بصدق ويقين تعدل ختمة القرآن عشر مرات وانها تقرأ على الميت عند خروج الروح لانه يستأنس بها املا بتنزل الرحمة وسهولة خروجه روحه وايضا هذه السورة المباركة فيها خصائص كثيرة جدا ذكرناها بالامس انها تزيد في الرزق وانها قد تخلص المسجون او تفك اسره وفيها خاصية روحية عظيمة جدا ان من خاف كيد الكائدين واراد ان تصرف انظار من اراد به كيدا فان الله تعالى يحفظه ويرعاه واجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبسرون السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله تحدثنا في الامس عن المقطع الاول من هذه السورة والتي تبتدئ بقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم فالصورة تبتدئ اولا لتؤكد بان القرآن هو كلام الله وليس كما يدعي الاخرون بانه اساطير الاولين وانه نقلا عن الاديان السابقة وانه تلفيق من سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم حشاه من ذلك وايضا فيها تأكيد على نبوة هذا الرسول انك لمن المرسلين وتأكيد بان طريقه هي الطريق الحق على صراط مستقيم وان القرآن انما هو من عند الله تنزيل العزيز الرحيم هذا المقطع الاول قدم لنا الاطار النظري العام للدعوة الاسلامية ثم بدأ ربنا سبحانه وتعالى يعطينا نماذج اخرى وينتقل من الاطار النظري الى الاطار التطبيقي فيعطينا حديث عن تجربة من تجارب الدعوة الى الله وهي كثيرة تاريخ البشرية كله منذ آدم عليه السلام الى قيام الساعة هو تاريخ واحد هناك من يقول التاريخ لا يعيد نفسه نظرية خاطئة بل التاريخ يوعيد نفسه كل مرة ولكن بأشكال وبتقنيات وأساليب متنوعة مختلفة وإلا فإنها هي هي شكلها سيحكي لنا القرآن الكريم بعد النظرية التي وقعت في مكة المكرمة وصراع المشركين سينتقل من مكة الى أنطاكيا أنطاكيا هي منطقة في الشام بسوريا تسمى لؤلؤة الشرق أنطاكيا معروفة عاصمة المسيحية وعاصمة الدين حتى هناك الكرسي المقدس عند المسيحيين في أنطاكيا ربنا سبحانه وتعالى سيحكي على مسامع نبيه المصطفى سيدنا محمد ما الذي وقع في أنطاكيا ونفس نفس الأحداث هي تتقلب كما هو قصص الأنبياء والمرسلين والأمم الماضية هناك سراع بين الحق والباطل سراع بين الإيمان والكفر سراع بين الخير والشر وكل مرة يتدخل رب العزة مالك الملك إذا لم يستقم أمر البشرية يتدخل مالك الملك بعقاب وهذا العقاب غايته أن الناس يتضرعون وأن الناس يتوضعون وأنهم يعلمون بأن الوجود له رب القضية ليست هكذا على هواعنها الوجود له مالك الملك يتحكم في النظام ويتحكم في القوانين وإذا وقع هناك طغيان أو الزيغ فإنه كل مرة يعطي إشارة تنبيه إشارة تنبيه حتى إذا لم يستسغ الناس إشارة التنبيه تأتي الضربة القاضية والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نتعرف عن قصة أنطاكية التي حكاها ربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبقيت خالدة في القرآن لكي نأخذ منها نحن اليوم العبر والعضات ونبتدئ من الآية التلث عشر من سورة ياسين يقول الله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا رسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالت فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بلنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون آتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حصرة على العباد يا حصرة على العباد ما يتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون صدق الله مولانا العظيم نكتفي بهذا القدر على أمل أننا نتم بقية المقاطع القرآنية في الحلقات الموالية كل يوم بإذن الله فمن هي هذه القرية لما قال ربنا عز وجل واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون القرية هي مدينة في الأصل لما نسمع القرية في القرآن لن نظنها كأنها واحد مكان بدوي بسيط جدا فيه دور مترامية هنا وهناك وفي طرقات لا القرية في القرآن معناها هي مدينة كبيرة وفيها حضارة بحل المكة المكرمة تسمى أم القرى لأنك تملتقى القوافل التجارية فهذه القرية هي في الأصل هي مدينة أنتاكيا توجد في الشعم في سوريا الحدود بين سوريا وتركيا وهي من أجمل وأرقى المدن من حيث الطبيعة التي حباها الله تعالى فيها هضاب وفيها سهول وفيها أنهار وفيها أشجار وفيها خيرات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى أعطى ساكنيها كل النعيم سماء زرقاء صافية وأرض مستكرة ومطر في إبانه والخيرات في كل مكان المفروض أن أهل أنطاكية يقولون من الشاكرين ومن الحامدين ومن المعترفين بأنعم الله لكن الذي وقع هو أن هذه المدينة صار أهلها يعبدون الأصنام والأوتان وتملك عليهم ملك كان يعتقد بهذه الاعتقادات الفاسدة وصار هناك ظلم للأبرياء وللفقراء واستعلاء للأغنياء ولدوي السلطان وصار هناك حياة فيها إفساد كثير طبعا ربنا عز وجل كل ما رأى منطقة فيها إفساد إلا ويرسل إليها الرسل هذه المنطقة التي يحكي القرآن العظيم جاءت بعد صلب المسيح عليه السلام سيدنا عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه لكن شبها لهم أحداثه وقعت في فلسطين في بيت لحم في إيليا كما تسمى أيام زمان هؤلاء الرسل إنما هم حواريين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما هم حواريين من أتباع سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وقد ذكروا في بعض الأحاديث وفي بعض النصوص الدينية من هم هؤلاء الرسل الاثنين إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما هما شمعون ويوحن كانوا من أتباع سيدنا عيسى ابن مريم كانوا يأمرون الناس بتوحيد رب العباد وترك عبادة الأصنام وعدم الإفساد في الأرض لكنهم كذبوا هذين الرسولين بل وعدبوهما عذابا شديدا الله تعالى رحيم الله تعالى لا يعدب وإنما دائما يفتح الباب للتوبة الباب للإصلاح لذا قال فعززنا بثالث رعما أنهم هذين الرسولين قد عدبوهما بل وقتلوهما كان بالإمكان أن الله سبحانه وتعالى يعجل العقاب لكن الله تعالى اسمه العفو واسمه الستار واسمه الغفار ودائما يلتمس الصلاح لخلقه ولعباده فجاءنا برسول ثالث فعززنا بثالث الثالث هو بولس بولس لهو كان من الصالحين ومن أنبياء المسيح عليه السلام الذين كان يرسلهم شمعون ويحن وبولس فجاءوا يأمرون بعبادة الله وحده وجاءوا يأمرونهم بالحق وقالوا إن إليكم مرسلون نحن أرسلنا من طرف الله تعالى من أجل أن نبين لكم ونوضح لكم حقيقة الدين وهو الرجوع إلى الله وعدم الإفساد في الخلق وعدم الغفلة لأن البعض يغفل عن ذكر الله البعض يعتقد اعتقادة سيئة والبعض الآخر ينكر وجود الله تعالى فكل هؤلاء اجتمعوا وقالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون اعتبروا بأن كل هذا الكلام الذي أتوا به كذب وبهتان فوقع هناك جدال وهناك نقاش بين الطرفين قالوا لهم ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين فالله تعالى هو الذي يعلم بأن هؤلاء الرسل حق من عند الله ودورهم ينحصر في البلاغ إنهم ليسوا طلاب دنيا لم يأتوا للبحث عن كرسي الحكم ولا يبحث عن تروات ولا يبحث عن حضوة ولكن كل ما عليهم هو البلاغ فقط والملاغ المبين البين الواضح قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم ما معنا تطيرنا بكم أي أننا استشعرنا بأن وجودكم فألسوا وهذه تهمة دائما تلقى ضد الأنبياء والمرسلين أن وجودهم فألسوء أنهم حينما يحضر الأنبياء ويتكلمون في الدين يقع هناك فألسوء كساد تجاري ويقع هناك قلاقل في المجتمع فيتهمون بأن الأنبياء دائما يتطيرون بهم وهم يعلمون أن الأكس هو الصحيح لكن هذه سبة حتى يتمكن العامة العامة تروج هذه الشائعة بأن هؤلاء الأنبياء الذين يتحدثون عن الدين إنما هم شؤم فيتركهم الناس ثم هددوهم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم كان هناك وعيد شديد بالعداب فكان جواب هؤلاء الرسل قالوا طائركم معكم أينما دكرتم بل أنتم قوم مسرفون أي نحن ذكرناكم بالله وأنتم تطيرتم بنا نحن كل ما علينا هو البلاغ المبين قد أديناه فإذا بهم بدأوا هؤلاء عن طريق هذا الحاكم بدأوا يعدبون هؤلاء الرسل ومنعوا العباد من الاستماع إليهم واعتبروا كل من يعتنق دين التوحيد ويعبد رب العالمين أنه مارق عن الدين واعتبروا كل مصلي وكل مستقيم أنه يخلق بلبلة داخل المجتمع أنه متطرف وأنه إرهابي وأنه وأنه في هذه الأجواء التي بدأت فيها الصراع سيدها الرجل غريب رجل آخر هذا رجل ليس برسول المدقول أولا رسل إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بتالت فقالوا إنا إليكم مرسل الأوائل رسل شمعون ويحن وبلس كلهم رسل لكن ربنا عز وجل رغم كل هذه الأحداث اللي وقعت اسمه الرحمن اسمه الرحيم ربنا لا يتعجل العقوبة وإنما سيبعث رجل آخر من عامة الناس يقال أنه ولي من أولياء له الصالحين لعله يحيي القلوب لعله ينصح إن كانوا يقبلون النصحين هذا الرجل هلق في الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون من هو هذا الرجل هذا الرجل يقال بأن اسمه حبيب النجار رجل كان من أهل الإيمان واليقين كان فقير كان اسكافيا كان كيصنع النعال والأحدية وكان إذا كسب مال يأكل نصفه ويتصدق بالنصف الآخر ولا يتصدق إلا من الكسب الطيب وكان يختلي بعد العمل في غار يتعبد رب العالمين وقد أصيب ببلاء أنه أسرع إليه الجدام كان فيه جدام شديد فالناس تطيروا به قالوا لو كنت أنت من أهل الإيمان لما صر إليك هذا الجدام فكل الناس لما رأوا بأن هؤلاء الرسل تم اعتقالهم وكانوا يعدبون لا أحد استطاع أن يغير هذا المنكر لما هذا الحاكم للأنطقية ألقى القبض على هؤلاء الرسل التلات وعدبهم وسجنهم لا أحد يستطيع أن يتكلم ويقول لا ينبغي أن تفعل هذا الكل تعطأ رأسه وكأنه تواطئ إلا هذا الرجل جاء من أقصى المدينة جاء من بعيد كان يعيش في الغاب في الغار بعيد جاء لكي يقول كلمة الحق ويقول ما ينبغي أن تعذب هؤلاء من أهل الإيمان وأهل الدين جاء يسعى يسعى بمعنى أنه من مكان بعيد ويحمل عكازه وركابه لا تكن تحميلانه وجاء يقول يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون الدليل على أن هؤلاء مرسلون أنهم لا يطلبون الأجر لأن الطلاب الدنيا عادة يطلبون دائما مقابل يطلبون مغنما لكن هؤلاء لا يبتغون مغنم ولا يبتغون أي شيء فهم يتحدثون عن رب العالمين أما صاحب الدنيا يتحدث عن نفسه ويقدم مجموعة مقدمات لكي ينال الحضوة وينال المال والكسب أما هؤلاء فلا يجنون أي شيء فلماذا نعذبهم ولماذا نكذبهم وهم لا يسألونكم أجر وهم مهتدون خطابهم انظروا إلى خطابهم كيف نعلم بأن هذا كذاب دجال وهذا صادق أولا من مضمون الخطاب فالصادق إنما يدعو إلى الهداية إلى صلة الرحم إلى التراحم بين الخلق يدعو إلى العبادة إلى الطاعة إلى نبض الجريمة لكن غير ذلك يدعو إلى الاستحوان على الأموال وإلى صناعة لوبيات لكي تتحكم في المجتمع ثم إن الصادق لا يطلب أجر لا يمد يده في حين أن طالب الدنيا يساوم ويبحث عن المزيد من المغانم إلى أن قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون هنا سيتحدث إليهم عن قضية الإيمان يناشد فيهم الفطرة قال لهم إذا كنتم كدمت بهؤلاء الرسل وما أتوا به فعلى الأقل صدقوا الفطرة التي في نفوسكم لأن كل واحد منا عنده دليل الفطرة قبل أن يكون هناك كتاب مقدس وقبل أن يكون هناك رسل هناك أولاً وقبل كل شيء دليل الفطرة فكل مولود يولد على الفطرة الفطرة تدل على أن الله حق وأن الله واحد وأنه إنما خلقنا للعبادة ثم فطرته تهديه إلى فعل الصالحات وترك الخبائط ما يسمى عند المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين فالعقل عنده التقبيح وعنده التحسين هذا فطرة ثم الفطرة تقول لك أنك بعد موتك سوف تنتقن إلى عالم آخر كله مركوز في الفطرة فطرة الله التي فطر الناس عليها فبعض الناس فطرتهم قد ماتت أو ألغيت هنا ربنا يأتي بالرسل والأنبياء والكتب للتذكير فهذا الرجل حبيب النجار الضعيف والفقير بدأ ينصح ووقف وقفة رجل عظيم فيه كامل مسؤولية إلى أن قال اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فطرني أي خلقني من لا شيء وإليه ترجعون هناك البعت والنشور إلى الله تعالى ثم بدأ يحذرهم آتخذ من دونه آلهة إي يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يلقذون هؤلاء الآلهة الذين تعبدونهم إنهم مجرد حجارة ومجرد أصنام وطبعا الآلهة في كل زمان هناك آلهة أيام زمان كان هناك أصنام في عصرنا هذا قد نجد آلهة من نوع آخر هناك من يعبد الدرهم والدينار والدولار والأورو ويقدسه وهناك من يعبد فلسفة من الفلسفات المادية ويقدسها وهناك من يعبد نفسه وغير ذلك فقال هؤلاء إن يريدني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون أي واحد تربت منه المعونة إذا لم يشأ الرحمن فلن ينفع عني بأي شيء إني إذا لفي ضدال مبين ثم أعلنها أمام الملأ خرج أمام الملأ والناس خائفين وجلين وهو الوحيد الذي تشجع ووقف أمام السلطان وأمام مساعديه وقال إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون هنا سوف يغضب عليه السلطان وأتباعه وسوف يأمرون بتعديبه فقاموا بأن وضعوا عليه حجرا تقيل ورجموه بالحجارة ووطأوا بأرجلهم على بطنه حتى خرج قصبه من ضبوره لم صار ديولو غد يخرج من ضبور ديولو وكان يعدب وكان يقول يرفع صوته وهو يعدب إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون يقولها وهم يرمونه بالحجارة ويرمون عليه حجارة قال ويرفسونه بأقدامهم على بطنه حتى خرج جميع القصب ديولو من ضبور وقبل أن يلفظ أنفاسه تبسم ماذا قال؟ قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ماذا كان جواب الرحمن؟ قال جل جلاله قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة ذلك اللحظة الله سبحانه وتعالى ادخله الجنة الله تعالى يجمع الزمان والمكان ويطويهما يطوي الزمان والمكان ومباشرة هذا الرجل حبيب النجار يسمى ولي من اولياء الله الصالحين فتح عينيه فإذا به يرى نفسه قد دخل إلى الجنة والبعث لم يصل بعد البعث والنشور والساعة والقيم لم تصل فكثب هذا الرجل دخل إلى الجنة قال بأن الله تعالى يطوي الزمان ويطوي المكان ويوقف كل شيء ويجعل كأنه في الجنة كأنه يره رأي العين فماذا قال؟ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين ذلك اللحظة ذلك اللحظة لأن الميت والشهيد رأى عنده غير ليلة في القبر ليلة واحدة فقط يقضي في قبره ثم يوقف الله الزمن الزمن يتوقف وكتمر ملايين سنين وهو لا يدري الزمن بالنسبة إليه متوقف ثم يأتي البعث والنشور والحساب والجزاء فيفتح عينيه فيظل أنه بالأمس فقط كان في دنياه والآن صار في الجنة مباشرة الزمن بالنسبة إليه متوقف كأنه غير موجود ليس كنحن في الدنيا عندنا روتين طويل لا الميت الصالح من أهل الإيمان يتوقف عنده الزمان ويجمع له الله الزمان والمكان فمباشرة فتح عينيه وجد جنات وجد كرامة وجد عزة بعد الدلة وجد عزة وبعد الفقر وجد غنى وبعد ضيق الحياة والعيش وجد نعيم فقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال العلماء هذا الرجل نصح قومه في حياته كان يقول يا قوم اتبعوا المرسلين وحينما مات أيضا حتى لما مات كان يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله ربنا عز وجل يغفر بما غفر لي ربي يغفر السيئات كلها يمحوها الابتلاء الذي يصيب العبد المرض الذي يصيب العبد وهذا الرجل قد أصيب بجدام قبل أن يموت فغفر الله له كل ذنوبه وجعلني من المكرمين المكرمين هم المناعمين في جنات الفردوس هذا ما وقع نصيب هذا الرجل لكن قومه ماذا وقع لهم قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون طبعا إذا وقع اعتداء على أهل الإيمان وعلى أهل اليقين وإذا تم إزاحة الدين والقيم الدينية من المجتمع وإذا انتشر الفساد وتألها العباد وصار الظلم وصار الطغيان والاستكبار العالمي ربنا عز وجل في أي لحظة قد يأتي بعذاب لكي يعاتب خلقه مباشر مدى قال هؤلاء القوم بمدى عدبهم الله هل أصابهم بأمراض وأسقام وعلل وأوبئة هل أصابهم بغلاء المعيشة هل أصابهم بمنع قطر الأمطار لا وإنما قال وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون العقاب لعطاهم الله تعالى هو أنه بعت جبريل عليه السلام فصاح صيحة واحدة مدوية فإذا بالجميع يسكت قلبه ويدفن حتى لا يتاورتون ما القوش كل لقدم التعزية ما القوش كل لقدم الشهادة ما القوش كل قبله الناس كلهم وقع لهم فناء والعيد بالله إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون خامدوا نهائيا صاروا جتت وكأن لا شيء وبقيت أنطاكية تلك المدينة الجميلة تسمى كوكبة الشرق تلك الأرض الخلابة فيها الروابي وفيها السهول والهضاب والنخيل والأنهار والجداول والنسيم العليل صارت قائمة لكن أهلها خامدون ربنا عز وجل عنده جنود وما أنزلن على قومه من بعده من جند من السماء ليس هناك جنود وإنما صيحة واحدة إلى أن قال ربنا عز وجل يا حصرة على العباد يا حصرة على العباد ما يتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون سبب هذا العقاب الإلهي هو الاستهزاء بالرسل والاستهزاء بالدين والاستهزاء بالقيم الربانية وهذا الحدث الذي وقع في مدينة أنطاكية بسوريا في الشام في حدود تركية في قبل البعتة النبوية ربنا عز وجل حكاه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليرويه لمشرك قريش وأيضا بقي في القرآن يتلى إلى قيام الساعة لقد استفاد منه الصحابة رضي الله عنهم صحابة النبي الكريم من الأنصار والمهاجرين استفادوا منه كثيرا فكانوا يعتبرون بأن هذا الرجل لهو من أقصى المدينة ليس رسول الرسل انتهوا ببعتة سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو القائل لا نبي بعدي ما في أنبياء لكن هناك أولياء وهناك دعاة مخلصين وهناك أصحاب دعوات صادقين فهذا الرجل لقلفه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى رجل رجل ليس نبي وما أكثر الرجال الذين هم في التاريخ يقفون وقفة شجاعة فيغيرون المنكر مخافة أن يعم البلاء بالعباد وقد وقع ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما جاء في الحديث أن مشركي قريش كانوا يعبدون اللات ويعبدون العزة فكان من بينهم أهل ثقيف أهل ثقيف كانت قبيلة كبيرة عندهم مثل أهل أنطاكيا حتى وما عندهم الأصنام والأوتان رغم أن الله تعالى أعطاهم المال وكتدهم تجارة عظيمة تجارة كبيرة تجارة في الصيف والشتاء لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وعندهم أموال طائلة وخيرات عوض أن يشكروا الله ويعبدوه تأله وظلموا الفقراء ومنعوا كلمة الدين فقام أحد أبناء هذه المنطقة قبيل الثقيف اسمه عروة ابن مسعود الثقفي جاء إلى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني قرأت الرجل صاحب ياسيم هذا كيسموه الرجل صاحب ياسيم سورة ياسيم شكونا هو الرجل ديلا هو هذا حبيب النجار وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا رسول الله لقد قرأت ياسيم وأعجبتني قصة الرجل الذي جاء يسعى ويدعو يقوم بوظيفة الأنبياء وليس بنبي قال لي أريد أن أدب إلى قومي أفعل مثل ما فعل حبيب النجار فقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يا عروة إنك ضعيف وكومك أقوياء وأشداء وإني أخاف أن يقتلك فقالوا يا رسول الله لو وجدوا نائما ما أيقضوني ما أتخافش ما يمسوني فقالي النبي الكريم إذا كنت واثقا من نفسك انطلق فانطلق عروة بن مسعود الثقافي فوصل إلى قبيلته وقال يا معشر ثقيف ونظر إلى الآلهة التي يعبدونها يعبدون اللات والعزة اللات كي اسمها أنت الله وحد الصنم يقول هذا أنت الله اللات والعزة يقول بأنه هو اسم العزيز هذا أخذ العزة من الله صنم فكان يقول يا معشر تقيف إن اللات لا لات وإن العزة لا عزة يا معشر تقيف أسلموا تسلموا فلما سمعوا يقول هكذا قاموا إليه بالضرب وهو يقول أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا فبقوا يضربونه يضربونه حتى قتلوه فلما مات بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة فقال أخوكم هذا عروة بن مسعود مثله كمثل صاحبي يسين قال يا قلية قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين كذلك وقع هذا الأمر لما توفي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله الإسلام ليس محصورا في الفترة المكية والمدنية في عد النبي الكريم الإسلام له امتدادات فبعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سيظهر رجل يدعي النبوة يسمى مسيلم الكذاب سيقول أنا النبي المنتظر انتهى عد محمد بن عبد الله أنا النبي المنتظر وقد كان يقول قد بعدت في اليمامة اليمامة منطقة فيها رزق كثير واستغل هذا الوضع ونصب نفسه ملكا ونبيا فكان إذا وجد أحدهم يؤمن يعذبه من بين من رأى وحد اليهودي صار مسلم هذا يرويها كعب الأحبار كعب الأحبار هو من كبار أتباع بني إسرائيل وعلماء بني إسرائيل وقد أسلم يقول واحد منهم اسمه حبيب ابن زيد أسلم وحسن إسلامه ولما سمع بأن مسيلم الكذاب يدعي الإدعاءات صار إليه قال عندك رأى مسيلم قوي وجبار وإذا قبض على أحد فإنه يقتله قال لن أخاف فذهب عند مسيلم الكذاب أمام الملأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد بن عبد الله رسول الله فقبض عليه مسيلم أمام الملأ قال أتشهد أني رسول الله فقال لا أسمع لا أسمع لا أسمع فقال له مسيلم أتشهد أن محمد رسول الله قال نعم 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 ثم يقول له أتشهد أني أنا مسيلم رسول الله قال لا لا أسمع فقال مسيلم غاضبا أتسمع هذا ولا تسمع ذاك قال نعم فبدأ مسلم قلأتوني بخنجر وحد الخنجر ماضي فصار يقطعه عضوا عضوا كلما سأله لم يزد ذلك حتى مات في يديه وقد قطع إربا ابقى احتبقى لللسان ديالك قل نعم أشهد أن محمد رسول الله لا أسمع أن مسلم كدهب فقال كعب الأحبار رضي الله عنه لقد كان اسمه حبيب ابن زيد واسمه على اسم حبيب النجار صاحب يسين رحمهم الله أجمعين هكذا كانت أيها الأحب الكرام قصة أهل أنطكية قصها القرآن الكريم في صورة يسين فيها عبر ودلالات متعددة نسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمام ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عباده الراشدين الآمنين الصادقين المخلصين المخلصين قولوا معنا جميعا أمين آمين آمين يا ربي كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله